تنجذب بعض النساء إلى الرجال الذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون التغلب عليهم بسهولة والذين يكون سلوكهم غير متوقع وغير آمن ومعرض للخيانة والظلام مشاكل هؤلاء النساء ليست مع الرجال ولكن مع عالمهم الداخلي الذي يرغبوا في هذا الظلام يعني أن مشكلتهم الحقيقية مع أنفسهم هل نالا هكذا أيضا؟ على الرغم من أنني رأيت خير للتو ولم يكن يبدو كأنه من الصعب الحصول عليه على الإطلاق كما أنه اعترف بنفسه أنه كان يركض وراء نالا لسنوات طويلة وأيضا في كل مرة أنظر إليهما أجد أن هناك اختلافات كبيرة بينهم نالا تبدو كشخص متعلم ومثقف نشأت ضمن عائلة جيدة أما خيري فهو من عالم مختلف من عالم مختلف؟ هذه المرة أنا من وضعته في مكان مختلف آه لقد أمسكت بنفسي هناك شيء غريب في هذا الأمر لكن حاليا لم أستطع أن أعرف ما هو أشعر بالحزن الشديد أتصل به مئة مرة في اليوم لم يعد يستطيع تحمل الأمر بعد الآن لكنه أحذرني إلى هنا على أي حال يبدو الأمر كما لو أنه سيتخلص مني بسهولة أكبر إذا أصبحت هادئة الآن فهمت زبابا في إصراره على أن أكتب لك الكثير من الأدوية يبدو أنه مستعجل هل قال لك ذلك أيضا؟ لم أعد أعرف ماذا سوف أفعل لا يمكنه فعل هذا بي بعد كل هذه السنوات لا يمكنه أن يتركني ليس لديه الحق بفعل ذلك هل يوجد عدلات في هذا العالم؟ لقد أعطيته حياتي كلها وخاطرت وضحيت بالكثير من الأشياء لأجله كيف يمكنه أن يتخلى عني؟ لا يمكنني تحمل هذا وفضل الانتحار على ذلك لم أعد أريد عيش حياتي مثل هذه يكفي ما فعلته بي لأموت وأتخلص من كل هذا لقد تحدث خيري أيضا عن هذا في داخل يتغلغل شعور بالغضب ممزوج مع الشفقة لطالما كان التفكير بالانتحار يشعرني بذلك وكأنه في ذلك الكلام يوجد تهديد لي وللعالم كله هذا يعني أنها قد وثقت به لهذه الدرجة لقد كان يحبني بجنون في السابق كان يخبرني بذلك مئة مرة في اليوم ولا يستطيع التنفس من دوني لقد وثقت به وما زلت أثق به لا يمكنني العيش من دونه وما يفعل ذلك فقط لكي يقوم باختباري أو لكي يشعرني بالحزن لا يمكنه أن يتخلى عني هكذا بكل سهولة بينما نحن نضع خطتنا بخصوص الحياة فإن الحياة مشغولة برسم خطتها بنفسها ويبدو أنه هذا ما حدث في هذه القصة خطة الحياة تكون حقيقية دائما بينما خطتنا نحن تكون دائما عبارة عن خيال أي من هذه الأحلام يتطبق مع أحلام الحياة لا يمكننا أن نعرف ذلك ويبدو أنه هذا ما حدث مع نالان ليست لديها لا القوة لرؤية الحقيقة ولا الجرأة على ذلك وبدلا من مواجهة المشاكل تفضل الموت والتخلص منها بدلا من القتال تفضل الهرب فقط أن يكون الإنسان جميلا لا يكفي يا نالان والآن حان الوقت لحمل السيف والقتال لكن يبدو أن يدك لم تنسك بالسيف أبدا وأيضا من الواضح أنك مبتدئة في الحرب الآن سوف أمد لك السيف لنرى إذا كنت سوف تستطيعين الإمساك به سيدة نالان يبدو أنك قد تلقيت ضربة قاسية لم تتواقعيها أبدا ولديك كل الحق أن تكون منصدمة وحزينة وأرى أنك تحبين السيدة خير كثيرا وهو قد أحضرك إلى هنا لكي تهدأي قليلا ولا تفكر في الانتحار لكن الأطباء النفسيين يمكنهم القيام بأكثر من مجرد تهديئة الشخص لحظت بريقا خافتا إتتفاق من عينيها وتتوقف أصوات البكاء والنحي بفجأة يبدو أن الحزن في الغرفة قد تلاشى والآن أرى أن الألم قد توقف حتى لو كان للحظة فقط وتستمع إلي باهتمام هناك بصيص أمل في كلامي وهي تتمسك بهذا الأمل بكل قوتها هذا يعني أنها ليست مبتدئة لسلك الدرجة لقد أحضرني إلى هنا لأجل راحته هو ويبدو أنه يريد التخلص مني في أسرع وقت ممكن إذا انتحت علاقة استمرت لسنوات بشكل مفاجئ ولم يتم اتخاذ هذا القرار إلا من طرف واحد فإن الشخص الذي اتخذ هذا القرار سوف يتأثر مثلك تماما لكن من خلال قيامك بهذا فإنك تجعلين الأمر أسهل عليه نظرا لأنك تعتريدين بشدة على هذا القرار فلن تتاح لطرف الآخر الفرصة لمراجعة مشاعره الخاصة تجاهك ويصبح التخلص منك هو الهدف الوحيد والمؤكد كانت تحدق بي لقد قلت أشياء مختلفة عما كانت تفكر به لذلك تجد صعوبة في تصديقي والبتوق بي تم إحضارها إلى هنا بالقوة لا تريد التحسن أو الراحة لأنه بنسبة لها من السهل البكاء والصراخ وهكذا تظل متمسكة بخيره ومن المؤكد أنها لا تريد أن تخسره لكن وكأنه هناك شيء آخر خوف أكبر يختبئ تحت كل هذا أظن ذلك أمسكت بسيف الذي مددته لها أولا وقبل كل شيء لا يجب عليها أن تكون خائفة من هذه الحياة لهذه الدرجة إذا تعلمت أن تثق بنفسها سوف يكون كل شيء أسهل بكثير لكن من جات أخرى أفكر بخيري إنه رجل متزوج ولديه ثلاثة أطفال وكأنه غير كاف خيانته لزوجته مع نالان تدخل امرأة ثالثة إلى حياته ما الذي يحاول هذا الرجل فعله يا ترى بينما يأخذ الحياة باستخفاف ألا يرى أبدا أنه هو بنفسي يكون الهدف الحقيقي أخبريني قليلا عن خيري خيري أصعر مني بسبع سنوات أنا في الخامسة والأربعين من عمري وهو في الثامنة والثلاثين هذا يعني أنها في الخامسة والأربعين من عمرها تبدو أصعر من ذلك حتى أنني كنت أظن أنها أصعر من خيري لقد كنت أعمل مع خيري في نفس الشركة أنا مهندسة معمارية لقد كنت امرأة تعيسة لم تجد ما كانت تبحث عنه في السواج كنت أحن رأسي ومن العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل ما الذي كنت تبحثين عنه في الزواج الشيء الذي يبحث عنه الجميع الحب الاحترام والاهتمام أردت أن يحبني زوجي كثيرا لقد كان هذا أكثر شيء كنت أريده لكنه لم يحصل كم هو مؤلم بالنسبة للمرأة ألا تحصل على الحب من طرف زوجها وهل هناك امرأة في هذا العالم تشعر بهذا وتكون سعيدة لو كان أيضا لا يحبني أقصد زوجي هل كنت سوف أكون ما أنا عليه اليوم لا أعتقد ذلك حتى التفكير في الأمر يؤلم إن هذه عقوبة قاسية جدا قلت إنك تريدين أن يحبك زوجك هل كنت تحبينه ربما لو كان هو يحبني كنت سوف أحبه كذلك لم تكن هذه إجابة واضحة هل كنت تحبين زوجك قبل الزواج كنت أعتقد أنه يحبني لقد كان وقتا يبدوك أنه يحبني فعلا هذا يعني أنك لم تكن متأكدة لا من حبه لك ولا من حبك له لا أعرف كانت تلك الأيام متيرة للغاية كانت المرة الأولى في حياتي التي أواعد فيها رجلا أظهر اهتماما بي وكان يتصل باستمرار ويحضر لي الكثير من الهدايا علاوة على ذلك لم أشعر بالدم أثناء القيام بكل هذا لأن عائلتي كانت تسمح بذلك هذا الكلام متير للإهتمام ما هو العالم الذي جاءت منه هذه المرأة ألم تهرب أبدا في شبابها حتى لو لم تقع في حب أي أحد ألم تعجب بأحدهم حتى هل كانت تعيش في جبل منعزل ألم يسبق لك تشربة أي شيء من هذا القبيل لا لم أعش ذلك أبدا فأنا انتوائية بعد الشيء لكنني مختلفة كثيرا في الأماكن العامة إذا لم يكن هناك أي خداع فأنا قريبة ولطيفة من الجميع ما الذي تقصدينه بالخداع أقصد الحب وما شابه تقول عن الحب أنه خداع لكنها منذ قليل كانت تقول أنها سوف تموت بسبب هذا الحب هذه أول مرة أرى أحد يسف الحب على أنه خداع رغم أن هذه المرأة خد غرقت في الحداع حتى النخاع لست أن من يقول هذا بل هي كم هذا غريب لم أفهم تماما هل الوقوع في الحب شيء سيء برأيك أعتقد أنني مشوشة ولا أعرف ما الذي أقوله في ذلك الوقت كنت أعتبر ذلك مخجلا جدا ولأن مثل هذه الأشياء كانت ممنوعة علي قبل الزواج بدلت قصار جهدي لاتباع قواعد عائلتي وعدم خيانتها ترى أن الحب خيانة للعائلة إذن ما تتقول بخطوص ما الذي تفعله الآن فهي تعيش منذ سبع سنوات مع الرجل المتزوج وأب لتلاطت لأطفال وأعتقد حتى أنها انفصلت عن زوجها لهذا السبب والمجتمع يرى الخيانة الحقيقية هنا كم أن رؤية للصواب مختلفة جدا إذا كانت امرأة مثلها قد وقعت في حب رجل مثل خيري فأنا متأكدة من أن هناك الكثير من الأشياء التي لا أعرفها حتى الآن هذه قصة مختلفة يجب أن يكون هناك سبب لكل هذا ولا يمكنني حل هذا اللغز دون إيجاد الأسباب وراءها ورؤيتها وفهمها أقد بدأت أشعر بالحماس؟ هذا يعني أن زواجك لم يكن مبنيا على الحب والمودة وقد رميت بنفسك في أول طريق المضلل انظهر أمامك هذا هو ما حدث بالضبط لكن مع ذلك كنت متحمسة وسعيدة في السابق كنت أحلم دائما أن أكون محبوبة وأحس أنني قيمة من طرف رجل ما هذا هو ما حدث بالضبط لكن مع ذلك كنت متحمسة وسعيدة في السابق كنت أحلم دائما أن أكون محبوبة وأحس أنني دات قيمة من طرف رجل ما من جهة لم أكن أعتقد أن رجلا سوف يحبني كثيرا ومن جهة كنت أريد ذلك بجنون وصدات أقصد الرجل الذي تزوجته كان يزيد من أحلامي تلك كما أنني سوف أعيش مع عائلة كبيرة وكنت سعيدة بذلك لأنني جئت من عائلة وحيدة جدا ماذا يعني ذلك؟ لا أريد التحدث عن ذلك الآن يبدو أن الإجابات التي ستقوم بحل المشكلة مخفية في مكان ما هناك إذن لم يكن اليوم ربما يوما ما حسنا ما الذي حتى بعد ذلك؟ حتى الحلم يبحث عن دعم وعن الأمل والقليل من الضوء ولم يتهر لي صدات ذلك أبدا كان الأمر كما لو كنا غرباء نتشارك نفس المنزل لو لم تكن عائلته موجودة كنت سوف أشرب الوحدة في ذلك المنزل كان صدات شخص لطيف ومؤدب خصوصا إذا كان خارج المنزل مع أصدقائه كيف كان يضحك ويتكلم مثل البلبل قد كان ذلك هو الوقت الوحيد الذي أراه فيه يضحك ويلقي النكة أيضا وفي مكان العمل يصبح هادئ وقليل الكلام ويضع مسافة بينه بين الناس لم يكن يأخذ عمله على محمل الجد كان تفكيره دائما في الخارج وأصدقائه وأيضا كان يحب الملابس ذات الماركات العالمية والسيارات الفاخرة كان الأمر يبدو مضحكا بالنسبة لي فبينما كانت الأموال تتدفق مثل المياه في كل مكان كان يلاحق المصابيح المشتعلة في المنزل وأيضا يراقب الأطعام المتبقية وما إلى ذلك وقد عاش أبنائهم بأفخم الطرق لكنهم كانوا دائما يخفون الأمر عن والدهم والسيدات في الأصل لم يكن يحب الحزن والمشاكل وكان دائما يجد طريقة لكي يتهرب من أي شيء وغالبا ما كان يستخدموني بهذا الخصوص ويقول لي أن والدي يحبك كثيرا ويكلفوني أنا لأجل إتمامي المهمة ليس أنا فقط ولأعتقد أن سيدات لم يكن يحب أي أحد فلم أتمكن أبدا من جذب انتباهه وجعله يحبني هذه المرأة تريد أن تكون محبوبة نحن جميعا نريد أن نكون محبوبين وهذا أمر طبيعي لكن هذا مختلف عننا نحن وكأنه نوع من الجوع أنزلت نظراتها للأرض إنها تخجل مجددا وكأنها تخجل من تحدث عن نفسها لماذا يا ترى؟ هل تعتقدين أن خيري سوف يتركني؟ هل سيدهب إلى نساء أخريات؟ كل تفكيرها وعقلها في خيري ما رأيك أنت في هذا سيدة نالا؟ يبدو كأنه لن يستطيع التخلي عني لكن ماذا لو فعلها؟ ماذا لو فعلها؟ يبدو هذا كالموت بالنسبة له وكأن خيري يمثل الحياة لها يبدو الأمر كما لو أنني إذا بقيت صامتة فسوف يذهب بعيدا ولن يعود أبدا أجل هذا ما يقوله هو لكن في بعض الأحيان لا نعرف حتى ما الذي نفعله هو يعرف ربما أنا لا أعرف لكنه يعلم أصلا ما الذي عرفته حتى اليوم لأعرفه الآن لماذا تقولين ذلك؟ أنت امرأة متقفة ولديك مهنة علاوة على ذلك أنت امرأة جميلة جدا ما الذي سوف ينفع به كل هذا إذا لم تكن محبوبا؟ هذا العالم لم يحبني أبدا يا حضرة الطبيبة لم يحبني بينما تقول هذا لم تكن تبكي يا ليتها تفعل ذلك لأنه في بعض الأحيان وكاؤها يؤلم بشكل أقل من ذلك الألم الذي في داخل عينيها لماذا هي وحيدة لهذه الدرجة؟ لماذا تتحدث؟ وكأنها لم تكن موجودة أبدا في هذا العالم أي ألم؟ وأي حب هذا؟ تركز نظرها على لوحة الموناليزة المعلقة على الجدار الجانبي والذي يحب مرضايا النظر إليها خاصة أثناء وصفهم عالمهم الداخلي وتستمر في التحدث عن نفسها ذلك التمسك الموجود في حب خيري وشغافه بي كان عميقا وحقيقيا جدا كان الأمر كما لو كان هناك فارس راكع أمامي يتوسل لقد كان يعلم أنه أصغر مني بسبع سنوات وكان يعشقني ويعاملني مثل الأميرة أو كالملكة كل هذا جعلني متحمسة جدا وحتى ذلك اليوم لم أكن أفكر أبدا في الطلاق من زوجي أو أن أكون مع الرجل آخر على أي حال كنت آخر إمرأة في هذا العالم تفكر في فعل شيء كهذا ناهيك عن القيام به لقد كان عارا وخطيئة وجريمة بالنسبة لي التفكير في الأمر حتى لكن عندما رأيت نظراته فإن النار المنبعث منها كادت أن تحرق جسد بالكامل ومنعتني حتى من التفكير في أي شيء آخر لفترة طويلة لم أستطع فهم ذلك الشعور كما أن إمرأة مثلي لن تستطيع فهم هذا على أي حال لكن تلك النار كانت تحرقني أكثر فأكثر لقد كان الأمر مثل شخص كان يتجول في الصحراء منذ شهور ويحترق من العطش ويرى الماء يتدفق مثل شلال مهما كان اسم هذه النار فقد قامت بتغييري عندما نظرت إلى نفسي في المرآة رأيت هناك لمعة في عيوني غالبا ما كنت أنظر في عيني سدات وأتساءل عما إذا كنت أنا الوحيدة التي ترى ذلك الدوء وكنت أسأل نفسي إذا كان زوجي قد رأى ذلك الدوء أيضا هل يمكن للشخص أن يصف الحب بشكل أفضل من هذا؟ لكنني أعرف هذا الضوء رأيت ذلك الضوء في عيوني أيضا في البداية حتى خيري لم يكن لديه علم بهذه العاصفة النارية الموجودة في داخلي وكالعادة كنا نتواجد في نفس المكان وكنا نذهب إلى أماكن مختلفة في نفس السيارة لكن أنا كالعادة لم أكن أرفع رأسي حتى كان ذلك كافيا بالنسبة لي أصبحت علاقة مع عائلة زوجي وأصدقائي في العمل أفضل بكثير من ذي قبل ولم أعد أشعر بالملل من الإجتماعات التي أحضرها في الجمعية وأصبحت أتمسك بالحياة أكثر الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو علاقة مع سيدات كنت أبتسم وأضحك له وأتحدث معه لكن لم أكن أتلقى أي ردة فعل منه لقد كان تفكيره في السيارات الفاخرة التي سوف يشتريها سرا دون علم والده وأيضا الأحدية وتياب الفاخرة كانت لديه أيضا توقعات قوية بإنجاب طفل في أسرع وقت ممكن هو لم يكن يهمه الطفل أو ما شابه بل كان همه الوحيد هو تقديم حفيد ذكر لعائلة كورغلو حتى هذا اليوم لم ينفع أي شيء ولم يستطع أن يحصل على تقدير والده ربما لو كان بإمكانه إنجاب طفل فحينها لن يعامله والده كالسابق وسوف يزدد اعتباره في العائلة لكنه لا يزال يقدم أمسياته في النواد مع أصدقائه يسرب الخمر ويلعب القمار أي نوع من القمار؟ لا أعرف فهو لم يأخذني إلى ذلك النادي أبدا أعتقد أنه كان مكانا غير قانوني حيث يمكن لأشخاص معينين فقط دخوله كان يخفي عن والده ذهابه إلى تلك الأماكن وبالطبع النقود الذي كان يخسره هناك وعندما يقع في مأزق كانت والدته السيدة قولمسار تتدخل بطريقة ما وتقوم بتسويث ذلك الدين هل كانت العائلة على علم بأن علاقتك مع سيدات يمتكون تسير على ما يرام؟ نعم كانوا يعلمون بهذا لذلك بدل الكثير من الجهة لإصلاح العلاقة وخاصة واليد زوجي كيف ذلك؟ في الواقع كلما كان والد زوجي يعرفه هو الصراخ على الناس وكان يهدد سيدات ويقول له أنت تهمل عروسة الشقراء اهتم بزوجتك وإلا ستكون العقوبة قاسية في الواقع بفعله ذلك كان يحاول حمايتي في الأصل لو لم يتدخل لما تركت سيدات ماذا تقصدين؟ هذه قصص طويلة حدثت الطبيبة أخبريني عن خيري ماذا سوف يفعل؟ إذا رحل ماذا سوف أفعل؟ أخبريني عن هذا عدنا مجددا إلى موضوع خيري لا أعرف ماذا أقول لها إنها تتواقع مني مواساتها لأقول لها أن لا تقلق وأنه لن يذهب إلى أي مكان وأن ألهيها كتفلة صغيرة لكن لا يمكنني فعل هذا الطبيب النفسي لا يمكنه فعل هذا سيدنا أعلان دعينا لا نستعجل الآن أريد أن ألتقي بك مجددا لكن في هذه الفترة لا تضغط على السيد خير كثيرا وتراجع عن الاتصال به مرارا وتكرارا أترك له بعض الوقت ليفكر قليلا يحتاج إلى الوقت ليدرك ما يفعله هل سوف تلتقين مع خيري أيضا؟ كما كانت تبدو سعيدة حتى لقائي مع خيري هو بصيص أمال بنسبة لها أما أنا فلس متسوقة درؤية السيد خيري لكن أعتقد أنه يتوجب علي أن ألتقي به ولم لا؟ ألن يكون من الجيد أن أتعرف عليه أكثر وأفهمه؟ بل سوف يكون هذا جيدا شكرا جزيلا لك بعدها سوف نجلس ونفكر معا بما سوف نفعله لا ينبغي إنهاء هذه العلاقة الطويلة والملئة بالحب دون أن يتم قياسها بشكل جيد لكن أولا وقبل كل شيء اهدأي قليلا لا توجد محاولة بالانتحار أو ما شابه علاوة على ذلك هذه ليست أشياء مناسبة لإمرأة شجاعة مثلك وأنا سوف أستمر في دعمك قدر الإمكان هل اتفقنا؟ حسنا أيا كان ما تقولين حسنا إذن الآن أسألك هل تريدين أن تستخدم الدواء في هذه الفترة؟ لا لا أريد أي دواء أو ما شابه حسنا كما تريدين لقد سألتك هذا السؤال بما أنك متوترة جدا في هذه الفترة والدواء سوف يجعلك تنامين جيدا في الليل لكن إذا كنت لا تريدين فليس لدي أي نية بأن أكتب لك دواء أو أي شيء آخر بعد تردد قصير تسأل مجددا هل هذا الدواء سوف يجعلني أشعر بالنعاس كثيرا؟ في الواقع لم يكن همي إعطاءها أي دواء أو ما شابه بل هو كسب ثقتها وهذا يعني أنها وثقت بي وهذا أمر جيد هذه الثقة هي كل ما أحتاجه لكي أساعدها على تجاوز الأمر في الأصل يأخذ هذا الدواء في المساء عند الذهاب إلى الفراش سوف يساعدك على النوم بشكل مريح سوف أكون بانتظارك في أقرب وقت ولا تنسي ما قلته ولا تقولي فيما بعد لم أستطع تمالك نفسي أو ما شابه ما قلته هو ما سوف يحدث أنا أتيق بك أعطني بعض الوقت لأساعدك على تجاوز هذه الأشياء مثل طالبة جامعية وفتاة خجولة تنهض من مكانها وتصافح يدي بحركة راشيقة وتغادر الغرفة مرة أخرى بحركات بطيئة بينما تغادر الغرفة تنظر إلي وعينها تتوسل وتقول لي ساعديني أنقيديني إنها مثل صرخة استغاثة من طفل يبكي في سريره وهل يمكن عدم مساعدة أحد يطلب الإنقاذ بعدها بدأت بالتفكير لماذا نالان اخترت شخصا مثل خيري لتقع في حبه في الواقع هي لم تقوم باختياره بل وقعت في حب أول رجل قابلته وقال لها أنه يحبها لكن إذا لم أكن مخطئة فخيري رجل متير للإعجاب ومحبوب من طرف النساء ما الذي يمتلكه؟ ماذا لديه ولا يوجد عند بقية الرجال؟ بعد فترة من التفكير وجدت الجواب في الوقت الحاضر أصبح الرجال عموما أكثر لطفا ومحبة واحتراما وحساسية ومن ناحية أخرى فإن النساء أصبحنا أكثر رغبة وشجاعة ويبدو أن هذه المرأة تحب وحشية وقسوة مشاعر خيري